للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو نقابة السائقين عمر محمد الضيعة مرحبا بك سيد عمر هل هناك تجاوب مع الجهات المعنية للإضراب الذي أعلنتم عنه في وقت سابق السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز نشكر لكم التواصلكم معنا بشأن موضوع التقطع الذي حصل في طول الباحة لأحد السائقين أكرم محمد يوسف السويدي طبعا أخي إحنا الخطة التحصل هناك تقطعات من قبل قطاع طرق يعترضون لأي مسافر وأي عابر سبيل وقد تم قتل عدة مسافرين وسائقين نعم سيد عمر هذا الأمر واضح وكنا قد قمنا بتغطية هذه الأخبار لكن السؤال هنا الجهات المعنية هل هناك تجاوب من قبلهم لأنكم أعلنتم عن الإضراب وأنكم لن ترفعوا الإضراب إلا إذا تم التجاوب مع مطالبكم السؤال هل تم التجاوب مع هذه المطالب الجهات الأمنية بدل أن تقوم بالتجاوب معنا ومساندنا وإلقاء القبض على قطاع الطرق بل أنهم يريدون فك الاعتصام ويريدون تحرك الشاحنات يعني كيف متحرك بالشاحنات نحن لدينا مطلب تأمين الخط إذا لم يكن هناك تأمين الخط قدمنا هذا البلغ لجهات الحكومية بدل المساندة قاموا بالوقوف بدنا ويريدون فضل هذا الاعتصام ونحن مطلبنا مطلب حق يريد تأمين الخط لا أكثر ماذا عن الإعلان عن الحملة الأمنية هناك إعلان عن حملة أمنية لضبط المتقطعين هل هذا الأمر صحيح؟ نعم نعم هنا سمعنا أخبار أن هناك حملة أمنية بقيادة حمدي شكري وحمدي شكري مشهود له بالكفاءة والجدارة بس يعني الجهات الأمنية التي أتيت إلينا وتريد فضل الاعتصام لم تكن من قبل حمدي شكري بل من جهات أخرى خارجة عن إطار موقع حمدي شكري كانوا يريدون فضل الاعتصام بالقوة وبدون وضع حلول يعني كل شخص يعطي ولده وساطة هذه الشاحنة تبعت الفائل الغلاني نريد أن نخرجها وهذه الشاحنة كذا وهذه الشاحنة كذا ونحفقنا لا يمكن أن نفتح الخط لأي شاحنة إلا بتأمين الخط لعابرنا السبيل كامل يعني أنتم الآن لن تقوموا برفع الإضراب حتى تتم الاستجابة لجميع مطالبكم ويتم تأمين الخط طبعا مطالبنا ليست بمطالب خيالية أو بمطالب يعني مستحيلة المطلب تأمين الخط يطلبه أي مواطن وأي عادل شبيل وأي مزادر يعني مطالبنا ليس بتلك الصعوبة الجهات الأمنية إلا لم تقوم بدورها بتأمين الخطوط فما فائدة النقاط المنتشرة على طول الطريق وتلك النقاط تأخذ جبايات على الساعبين من 20 ألف ومن 30 ألف بحجة تأمين الخط ولكن لا نجد تأمين نحن قادحنا ندفع ونسلم ولا نجد تأمين فلماذا موزع هذه النقاط على طول الطريق؟ وضحت الفكرة سيد عمر محمد الضيع عضو نقابة السائقين كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك